بسم الله الرحمن الرحيم طبعا اليوم تم أخذوه الخوان بالمكتب التنفيذي القرار باتجاه الأخ غني شهد مدربة المنتخب الوطني طبعا الآن المرحلة القادمة راح تكون مباراتنا أمام الإمارات وأمام المنتخب السوري طبعا المباراتين صعبة نتأمل أنه تكون عندي جلسة مع الأخ غني حتى نشوف الطلبات اللي موجودة عنده حتى نوفر لكل المستلزمات للمرحلة القادمة والمباراتين القادمة أيضا راح يكون الأخوان اللي متواجدين من الاستاب القديم اللي متواجدين فمثل ما قلت لك لازم نكون قاعدة مع الأخ غني أنا جلست مع جلسة وحدة والآن جلسة بعد تسميتها راح تكون هناك نحط النقاط على الحروف اللي يحتاجها حتى نكمل بها ترتيبات والاتزامات المنتخب العراقي وأيضا توصلنا مع إدارة النادي والكابتن غني شهد ومشكرين طبعا إدارة نادي نرط الوسط على مساعدته على هذه المهمة الوطنية وأيضا نشكر للأخ غني شهد لاستلامة هذه المهمة في هذه الفترة وإن شاء الله نكون متعاونين ونقدر نعبر هذه المرحلة ترجمة نانسي قنقر